نعت الطائفة الإنجلية بمصر على رأسها القصة أندريا زاكي شهداء مصر الأبطال من القوات المسلحة والذين تصدوا بكل بسالة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء وقال رئيس الطائفة الإنجلية إن مصر صلبة شامخة في مواجهة الإرهاب والشر ولن تنال من مصر وشعبها أي محاولات من أعداء الإنسانية والحياة وضف أن الجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والدولة في جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره ومواجهة تحديات والتقدم والنهوض بمصرنا الغالية